اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في دول اجراءات احتزافية بينزلوا ساعة في اليوم يجيبوا اكلهم وشربهم يرجعوا احنا الغاد دلوقتي الدولة مديانا جزء كبير من الحرية المطلقة لنا في الوقت الطويل ده بس الحرية دي مقترنة او مشروطة بان احنا نلتزم لان الالتزام في الوقت اللي احنا فيه دوت هو هيكون السبب الوحيد ان شاء الله رب العالمين علشان نعدي من الوباء او القرب اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا به في بعض الناس عايزين مثلا نتكلم عن نقطة بعض الناس المغردين اللي بيطلبوا فتح المساجد في رمضان لو قلنا ان فتح المساجد في رمضان دوت طبعا هي يا ربنا مقتلين عادة والشهر الكريم طول عمره احنا باقدين فيه على مناسك معينة واغدين فيه على صلاة التراويح وعلى أصوات الكرآن ومش هنحس دايما بان في رمضان او ما بنعرفش ان في رمضان غير لما نشوف الحاجات اللي احنا متعودين بيها دي مجتمع كلها مع بعض لكن دلوقتي احنا في حاجة اسمها قوة كهرة او حدث مفاجئ او ظرف كاهر والظرف الكاهر ده مش بتاع حد ده ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا به وربنا امرنا عن طريق رسوله عليه السلام افضل السلام ان احنا في حالة الوباء نلزم البيوت حصل ايام سيدنا عمر ابن الخطاب رجل الله عنه ان كان فيه وقع كان ولاية وهي ولاية اليارموك تقريبا او ساقف اليارموك وكان الطعون منتشر وكان الولاية على هذه الولاية احد السحابة فلما جي امير المؤمنين عمر ابن الخطاب وعرف موضوع الطعون فامر الناس انه هم يسيبوا الارض اللي فيها البلاء فرد عليه احد السحابة وقال له انا اهرب من قضاء الله يا امير المؤمنين رد عليهم امير المؤمنين رضي الله عنه وارضه برد جميل قوي قال له نهرب من قضاء الله الى قضاء الله نفر من قضاء الله الى قضاء الله وده له مثل قال له لو عندك غنم والغنم دي انت نزلت تراعها في ارض رقية الارض دي بور ما فاش ولا مية ولا زرع هتعمل ايه هتاخد الغنم بتوعك وتروح الارض تانية مش بور فيها الزرع وفيها المية عشان الغنم ما تموتش انت هنا فرد من ارض الله الى ارض الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه ولا تقول لكم باديكم الى التهلوك طبعا انا مش طالعا من الحلقة دينية بس اساس القضاء على التعون هو اساس ارساه المولى وارساه النبي وارساه الصحابة عليهم السلام وارساه النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة لان التعون ده لو احنا امننا ان التعون ده جنجي من جنود ربنا سبحانه وتعالى او ان الفيروس كوفيد ده اللي هو الوباء في الاخر التطور الطبيعي لأي وباء للتعون هو الفيروسات بقى مع مرور الزمن ان انا مش دارس حتة الفيروسات دي لكن التطور ده خلى الوقت اللي احنا فيه المرض مروش عليك العلاج الوحيد ان احنا نقعد في بيوتنا stay home safe خليك في بيتك احسن لما تقعد في بيتك اولا انت بتاقي نفسك وبتاقي غيرك لو انت ولا عيزه بالله مبتالب المرض دوت يبقى نزولك من بيتك معناه ان انت اداة قتل متحركة ممكن يجي لشاب الشاب دوت ما يحسش بعراضه بس الشاب ده يكون سبب في وفاة ابوه وامه وخاله وخالته وعمته وعمه وكل الكبار في السن وعرفنا كمان مؤخرا ان حتى الكبار في السن مش هما بس اللي بيموتوا الصغير والكبير والشاب والطفل في الاخر ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى في احنا عايزين نلتزم ثم نلتزم ثم نلتزم بقوانين الحظ لان قوانين دي مختلفة ان كان قانون الحظ أساسه ايه أساسه قانون الطوارئ قانون الطوارئ دوت هو القانون رقم 162 لسنة 58 الدولة في حالات معينة بتضطر ان هي طفل قانون الطوارئ حسب الحالة او الظرف القاهر اللي موجود لو قلنا نقول الطوارئ اللي كان موجود او حظر التجاول اللي كان موجود ايام ما كان يدعى ثورة 2011 ده كان حفاظا على حيات المواطنين برضو بس الوضع كان مختلف في الوقت ده انت كان ممكن تنزل خايف من اخواني خايف من ارهابي خايف من مجرم هربام السجن اللي مرخص سلاح الوقت ده كان ليه ظروف معينة لكن دلوقتي انت خايف من شيء مجهول يا جماعة خلي بالكم والعازوا بالله المرض اللي عين ده حاجة ما بتتشافش بالعين ولا ليها دعوة بان البني ادم يرش سبيرته ويلبس كمامة كل دي اساليب وقائية لكن الوقاية الاهم انك تقعد في البيت تنزلش يلا لبضرورة الصين نجحت ازاي انه يتعدل وباق ده وليه امريكا يعني ان شوف ترامب مبارح مسلا عامل مشكلة جامدة او يعمل يقول يا صين انت بتجزبي في الاركام اللي عندك هو مش قادر يستوعب ان الشعب الصين التزم اتعامله مع بعض كل واحد فيهم على انه هو حامل للمرض ده وخايف يتنقله وبيتعامل مع اللي قدام وانه اللي قدام حامل للمرض وخايف يتنقله منه هنا ننجح في احنا لو صبقنا الفكر ده وكلنا التزمنا ربنا سبحانه وتعالى هيعدي الغمة دي على خير وقصوها من احنا في شهر كريم وصيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه ما طالب امة محمد بلاء قط فده ما نخلي عندنا ايمان وعندنا ثقة في الله عز وجل ان المرض ده هو ابتلاء وربنا زي ما التلانة بيه قادر على ان يرفع هذا البلاء فبالنسبة للايام دي النصيحة لو سمحت لزامه بيوتكم نتكلم بقى في القانون تحبوا نتكلم في ايه نتكلم مثلا في العقوبات المقررة في قانون الحظ العقوبات المقررة في قانون الحظ هي لو حد اولا هما فيه ثلاث فئات في الفئة اللي هي الناس العادية جدا اللي ممنوع ان هما ينزلوا الشارع في وقت الحظ وإلا يتعرضوا للعقوبة والغرامة والعقوبة دي بتكون اولا غرامة فورية اربع تلاف جنيه وفي حالة ان هو المواطن ما معوش الاربع تلاف نينية أو ممتنع عن الدفع بيتم عرضه على النيابة العامة تاني يوم والنيابة العامة بتخلي سبيله بضمان محل قمته لكن بيبقى عنده جنح جنحة أم دولة طوارئ ويعقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة خمسين جنيه يعني بالبلد كده اللي مش عايز يدفع الاربع تلاف جنيه هيتحبس ستة شهور فلو سمحت الزموا بيوتكم خوفا على حياتكم مش خوفا من القانون وما خوفتوش على حياتكم خافوا من القانون لان الدولة او قولي الامر هي تملك ان هي تطبق القانون دوت بالقوة واحنا مش يعني السيد الرئيس الجمهورية عنده حكمة عنده حكمة فعلا ربنا سبحانه وتعالى قال من قوتي الحكمة فقد قوتي شاء عظيما السيد الرئيس الجمهورية عنده الحكمة في التعامل مع الموقف عنده الحكمة في التعامل مع الوباء اتعامل مع الوباء بطريقة لو بسطه لكل دول العالم هتحمده ربنا اللي احنا فيه فعلا احنا الاول مرة بنتطلع معونات لامريكا واول مرة بنتطلع معونات الاوروبية كنا من فترة من بعض المغردين من سنة ومن سنتين كانوا بالطريقة عالجيش المصري يا جماعة ده الجيش المصري بيزرع طماطم ده الجيش المصري بيزرع رزرع ده الجيش المصري بيعمل مزارع سماكية الجيش المصري مفروض يحارب ولا مفروض يزرع عارفنا بقى دلوقتي قيمة اللي كان بيعمله الجيش المصري الوقت اللي احنا فيه ده دول عظمى بتقع دول كبيرة احنا تخدعنا فيها قلنا نقول الدول دي ازاي تقع يستحيل تقع ازاي هم بيقعوا واحنا الحمد لله وبفضل الله سبحانه وتعالى احنا وقفين على رجلينا فلازم احنا نساعد الدولة ونساعد الجيش في الالتزام يا جماعة التزموا من تلقاء انفسكم ما تلتزموش خوفا من العقاب ولا خوفا من القانون اللي بتعملوه ده غلط نزولكم الشارع بالكم اللي احنا بنشوفه ده غلط انزل للضرورة القصوى انا ما بقولكش ما تنزلش والدولة مدياك براح ان انت تنزل بس الوقت ما تفهموش الوقت غلط افهموا ان الوقت اللي هو من الساعة سبعة الصبح دوت لغاية الساعة تمانية او من ستة صباحا لتمانية مساءا ده المفروض ان كل واحد ينزل للضرورة القصوى اللي نازل يجيب اكل احنا يعني حنروح فيه الشغل كل واقف المحاكم قافلة الشهر العقاري قافل كل الجهات الحكومية قافلة فده معمول علشان خاطر ان الناس تقعد في بيوتها وبرضو الناس ما بتقعدش في بيوتها طب انت بتنزل تعمل ايه لو تنزل تجيب احتياجاتك ما اعتقدش هتنزل تجيب احتياجاتك كل يوم او على قل لو تنزل هتنزل نص ساعة احنا بنفاجأ بزحمة غريبة في البلد يا جماعة الزحمة دي المرض دوت محدش بيشوفه بعينه المرض دوت انتو لو قعدتو على لو سطح معدني زي ده او كرش زي اللي انا قعد عليه ده ولا يازو بالله حد كم مريض بالوباء ده وقعد عليه او لمس السطح دوت وجيه حد تاني بعد ساعة بعد اتنين هياخد المرض مع انه ممكن يكون واخد كل الاجراءات الاحترازية لان ربنا سبحانه وتعالى كاتب له كت فاللي كاتبوا ربنا بيكون لكن ربنا بيقول ولا تلقوا بأيديكم الى التهلك وربنا سبحانه وتعالى بيسبب الاسباب وباخد بالاسباب السيدة 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 الجمهورية تكلم عليها ويهي الاسباب الاسباب ده علم دايما الاسباب او المقدمات بتؤدي النتائج عمر المقدمات أو الأسباب ما بتؤدي للعدم خب الأسباب واللي كاتبه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيكون أنا مثلا كمحامي كراجل بتاع أو تخصص الأساسي القانون الجنائي أو الأضاء الجنائي أنا بخب الأسباب في شغلي لكن النتيجة مش بتاعتي ممكن بحكم الخبرة أو بحكم المدة الزمنية الطويلة أكتر من 20 سنة في المهنة دي أقدر إن أنا أبقى متوقع السبب بنسبة 90% لكن فيه 10% بتبقاش بتاعتي أو متوقع النتيجة سوري بنسبة 90% فيه 10% ما بتوقع ممكن يخيب فيها وده نتيجة إيه إن أنا كل اللي علي أنا كمحامي طبعا ده خطاب لكل الزملاء إحنا كل اللي علينا فقط بزل الجهد والعناية أعرى القضية أشوف المبادئ القانونية اللي فيها أشوف أمر الإحالة مواد العقاب أحكام نقضي في حالات مماثلة أحكام جنائية في دوائر جنائية أخرى أبدأ إن أنا أدرس موقفي وأتكلم مع الموكل بكل أمانة أشرح للموكل بالزبط الوضع إن كان الوضع سيء أقوله الوضع سيء إن كان ما قدرش أقوله الوضع أبيض هو سود عشان مهنتنا للأسف يعني مهنت المحامات ديت صمعتها أو المحامي يقولك ده المحامي بيتحك عن ناس المحامي بيعمل المحامي بيسوي المحامي ده يا جماعة لولاه ناس كتير جدا كانت تتظلمت لولاه ناس كتير جدا كانت حقها بمادية ضاعت وحقها في الورث ضاعت وحقها الزوجية ضاعت فالمحامي مش بالسوق اللي انتو بتتكلموا عنه أو المحامي مش الشخص السيء وده مش على العموم ولا على الإطلاق مفيش حاجة على الإطلاق الكمال اللي على واحده كل واحد فينا جوال خير جوال شر وملاك وجطان في نفس الوقت لكن المحامي المفروض إن يكون أنزه وأعلى وأقيم من إن هو يجذب ما تجذبش عشان تبقى محامي ناجح نصيحة لكل الشباب المحامين والزملاء يا جماعة عشان تبقوا محامين نجحين ما تجذبوش قول الحقيقة أيا كانت الرزق ده مش بتاعك ولا بتاع ربنا إن ليك رزق هيجيلك إن ما لكش رزق مش هيجيلك سواء كذبت أو صدقت الرزق المكتوب هو اللي هيجي لكن لو كذبت والرزق جالك وما جبتش النتيجة اللي انت توعدت بيها أو التزمت بيها قدام المؤكل أو قدام المتقاضي أصبح إن انت بتفقد أهم عنصر من عناصر نجاحك كمحامي وهو عنصر الصدق والأمانة إحنا مهنة لازم تكون صادق وأمين مع كل الناس صدقك وأمانتك دي هي اللي هيخلوك تنجح وهي اللي هيخلوك تعمل مستقبل مش الفلوس الفلوس دي رزق والفلوس دي بتيجي في المستقبل محدش يقول إن مهنة المحامة دي مهنة ما بتكسبش مش لا بالعكس الحمد لله رب العالمين المهنة بتكسبه وبتحاق طموحه وفي الآخر أي زميل مستشار أو لواء بيطلع على المعاش بيجلنا بيبقى محامي وهم طبعا ناس أفاضل وأخواتنا وزميلنا أنا مش قصدي حاجة وحشة لكن قصد نحن مهنة سامية زمان قوي كان كلية الحقوق دي بتاخد مجموعة أعلى من كلية الطب وكان المحامي معدود على الصوابة ولما تم طنقية الجداول بمعرفة المواكيب السابق سامة حشور كلنا سقفناله ليه؟ لإن مش مجرد لو إحنا بنقول نتكلم في طنقية الجداول شوية لو إحنا بنقول إن النيابة أو القضاء بتاخد مع احترام طبعاً للمواكيب الحالي لو قلنا النيابة أو القضاء بياخدوا تعليم مفتوح ودبلومات أو سنوية عامة وتعليم مفتوح وبياخدوا واحد لسه عنده ستين سنة متخرج يبقى إحنا زيهم هما ما بياخدوش الكلام ده أنا ماليش في موضوع النقابة ده أنا بروح النقابة جدد الكرني لكن للحق إحقاقاً لمعالي النقيب السابق ومعالي النقيب الحالي أنا بتوجه من هذا المنبر بنصيحة لمعالي النقيب الحالي خد بالك أوي من موضوع طنقية الجداول إحنا لما قالينا وعدادنا قال بقالنا احترامنا في المجتمع واللي احترام دوت هو أساس المهنة لكن لو كل حد هيروح يطلع كرنيه وأنا آسف في اللفظ آسف في اللفظ آسف في اللفظ يركب سواق مكرباص ويطلع كرنيه سواق المكرباص راجل غلبان وراجل بيجري على أكل إيشه ومش عيب إنه يكون سواق مكرباص لكن العيب إنه يكونوا الاتنين في نفس الوقت المحامي هو المحامي صاحب المكتب أو اللي شغال في مكتب أو اللي شغال في شركة فشقون قانونية المحامي هو اللي بيصحى من نوم الصبح يروح المحكمة المحامي هو اللي عنده أجنتة محامي المحامي اللي مع توكلات يشتغل بها من الموكلين مش المحامي اللي بيروح ياخد الكرنيه ولم يجي حد يقف يقول له أنا محامي يا جماعة خلوا بالكم موضوع تنقية الجداول وبصوا وخدوا مثل النيابة العامة لو هم بياخدوا الدبلومات خدوهم لو هم بياخدوا التعليم المفتوح خدوا لكن إحنا لأنا كله عن النيابة العامة إنه أنا لسه بقول لحضراتكم إحنا في الآخر وكيل النيابة اللي بيبقى مستشار اللي بيطلع معاش بيجي لنا بيبقى محامي دي حاجة ممكن بقى نتكلم في نقطة إن انت إزاي تر تعرف حقوقك في المجتمع في بعض الناس فيه فيه قعدة في القانون اسمها إيه الجهل أو عدم جواز الجهل بالقانون يعني لو فيه حاجة في القانون بيتم نص مادة في القانون بيعاقب على فعل وفيه شخص هو ما يعرفش إن الفعل ده معاقب عليه أو هو جاي من الدولة أخرى في الدولة الأخرى دي الفعل ده ما كانش مؤسم قانوناً أو يتم العقاب عليه أو بالبلد كده الفعل ده مباح عندهم وجي هنا وارتكب الفعل ده بحسن نقي طبعاً القانون هنا بيتطبع على أرض مصر مناش دعوة بإن كان الشخص مصري أو أجنبي القانون بيتطبع على أرض مصر وإحنا كلنا ملتزمين بيه مش لازم إن أنا أكون عارف إن القانون بيعاقب على كذا عشان أقول يا صلى ما عرفش فده جهل فعلى قال لازم البني آدم يعرف حقوقه وواجباته مش عيب إن إحنا نستغل فترة الحظر دي وفترة stay home إلزم بيتك بإن أنت تقرأ استفيد بالقراية إقرأ في كل المجالات إقرأ في التاريخ إقرأ في القانون إقرأ في الدين لازم نستفيد بالوقت اللي إحنا فيه ده بإن إحنا نتعلم ربنا سبحانه وتعالى بينزل العذاب وفي باطنه الله الرحمة في صهيره العذاب وباطنه الرحمة أكيد اللي إحنا فيه ده كله ليه سبب والسبب ده غيبي والحكمة دي مش بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعت حد بتاعت ربنا سبحانه وتعالى لو قلنا توازن القوة مثلا في دول إن شاء الله إحنا منهم هتتقدم وها تعالى بعد ما ربنا يزيح الغمة أو الوباء اللي إحنا فيه ده في دول فعلا وقفت على رجليها وسبتت وهاتكونت بتقود العالم وفي دول كتيرة كانت بتقود العالم أو إحنا كنا مبهورين بها ووقعت فدايما إحنا نستعد إن إحنا الدولة أو إحنا الشعب المصري اللي هيبقى له مستقبل والشعب المصري إن شاء الله هو اللي هيقود العالم والشعب المصري زي ما قاد العالم من ألاف السنين وزي ما الشعب المصري ده من أيام الفرعنة وقبل الفرعنة هو اللي بيقود العالم مكتب له إنه يقود العالم في الآخر برضو والله أنا ما بقول كلام إلا أنا قاري فيه وواصف منه وإن شاء الله إن شاء الله اللي بقوله ده يتحقق في الجيل اللي إحنا عايشين فيه ده وهنشوف المستقبل بيتبني إزاي بإيدين مصر وإيدين شباب مصر يا جماعة أنتوا بخير أجناد الأرض يا جماعة أنتوا في رباط اليوم الدين يا جماعة المصريين هم أساس العرب العرب أساسهم سيدنا إبراهيم وستنا هاجر فكل العرب أساسهم من الأم مصريين إحنا الجنس القبتي القبتي ليس مسيحي على فكرة الكبتي هو الجنس المصري المسحيين مسحيين المسلمين مسلمين دي دي أنا أما الكبت هي معناها الجنس بتاعنا وربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا محمد إنه يؤمر وما ينطق عن الهوائين هو إلا وحي نيوح إنه يؤمر سيدنا عمر بن العاص إنه يستوصي بأهل مصر خيرا بكبت مصر خيرا وصيك يا عمر يا عمر بكبت مصر بكبت مصر خيرا إحنا هنا لازم تمام مع حضرتك إسراء من الكهير يا فاند مع حضرتك تفضلي كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك بخير يا رب ورمضان كريم عليكم انقطع الاتصال نتمنى تتحاولي تعني إسراء نرجع لمرجوعنا اعرف حقك اقرف القانون ثقف نفسك علم نفسك إن أنت تبقى مدرك وواعي أهل نفسك إنك تقود أهل ابنك إنه يقود ابدأ يستغل الفترة دي إنك تشوف إيه اللي فاتك تراجع حساباتك مع نفسك تقرأ تقرأ في الدين تقرأ في العلم تقرأ في القانون تقرأ في أي حاجة القراية أو الصقر معنا تليفون تاني محمد مستاذ محمد من الكعير أهلا وسهلا يا محمد مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا حبيب تحت عمرك حضرتك في ناس بتبقى جهلة أوه في القانون يعني الناس اللي هي الحوامل مش فاهمين مثلا قوانين وحاجات زي كده فللأسف في ناس بتبقى إيه يعني بتقع في أخطاء أو بترتكب حاجات هي فاكرها إن شيء عادي وهي بتبقى مخالفة للقانون إزاي بقى فيه وعي للمواطن إن إحنا مثلا الحاجات دي غلط أو الحاجات دي ما نعمل إيهاش عشان ما نقعش تحت طائرة القانون بص يا محمد إحنا قلنا من شوية إن عدم جواز العزر بالجهل بالقانون ده مبدأ عام في القانون المصري عدم جواز العزر بالجهل بالقانون أولا كل القوانين بيتم نشرها في الجرائد الرسمية وطبعا إلا ما بطالبش كل مواطن إنه يجيب كل الجرائد الرسمية أو جرائد الواقع يشوف القوانين من سنة سنة 1900 وحاجة الغد دلوقتي ده في الواقع يبقى يستحيل تنفيذه لكن في حاجات أساسية مش عايب إن انت تقرأ فيها مش عايب إن انت تجيب كتاب مثلا اسمه كتاب صغير كده اسمه قانون الإجراءات الجنائية تقرأ تجيب كتاب صغير جدا تمن وميزدش عن خمسة جنيه اسمه قانون العقوبات المصري تقرأ لو انت طيب مش عايز تقرأ أو ما عندكش الوقت وفيه فعل معين انت عايز تعمله وحاس إن الفعل ده ممكن يكون غلط وممكن يكون صح ما انتش عارف يبقى إيه قرأ عن الفعل ده بمعنى إيه مثلا إنت هنقول في دولة من الدول زي مثلا هولندا أو أوروبا بتبيح تعاطي الحشيش فهناك المتعاطين بيتعاطوا أو بيقوموا بشرب مخدر الحشيش ربنا يحفظنا جميعا معاك هم محمد فاطل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دلوقت حضرتك معلش أنا آسف أنا عندي مشكلة جمدة اتفضل يا حبيب اتفضل أنا غير كنت شغل على ذراعي أنا يعني ما زلت الغد لوقت شغل على ذراعي ماشي فربنا كرمني وجهزت نفسه وتجول ماشي فكنت مهجر شجة ومهجر محل والسرق تمام جات الظروف زناجت علي صرفت بالشجة وإيه ونجلت أعزاله حشي في بيتي اللي هو بيت أبويا يعني تمامي حبيبي ماشي انت سعيد يا محمد إيه انت سعيدي لأ بحراوي بحراوي لاشهد اللحكة تمام كمل يا حبيبي بحضرتك تمام نجلت الحاجة هنا بيت أبويا بس أنا وفر إجار الشجة والدنيا تمشي لأن أنا اندقان تماما إجار شجة والإجار محل الواحد اللي يجب أن ينضيع تمام وما صارب بيت تمام تمام موما أنا جلتهم ويا بنت أعيش معي يا عايش جارت ماشي أنا إيش معك لو في أحد الموما قد تقعوا عيشنا وودع لهم زيارة كل موديات يقول لك بيب لها شجة هنا بيب لها شجة هنا في المكان اللي بقى مين والدتها وولدتها وولدتها اللي فيها أهل زوجتك تمام آه الموما مش عاوز وقلين دمخها أنا معي عيلين وعايلة وفا ماشي بجلس أنا اللي وقتي اللي عارف أشوفهم ولا عارف أعملهم بابعت لهم ناس يقول لك بيجي مش شجة هنا يا ماشي عايشة يتطلقها فأنا دلوقتي أعمل إيه طيب؟ أنا أنا أعمل إيه؟ اللي عارف أشوف عيالي ولا عارف أعمل حاجة وأنا رأي العلباب والله شغال يوم مجاعد عشر أنا معي بادر الصنع صنعتين بس ما في الشغف ماشي إحنا معنا الأستاذ أحمد بن قصيوت هجاوبك يا محمد ناخد مؤتصال تاني وهجاوب على حضرتك معاك تفضل الأستاذ أحمد أهلو أيو حبيبي معاك تفضل أهلو وسهلا شكراً من المستشار أهلاً وسهلاً أهلاً بيك حبيبي أنا أنا أبيهم مكوز واحدة تاني فهي معاها عائلين وهي بالوقت عاجة تتطلق ومعايا يا حضرتك معاك تفضل وهي بالوقت عاجة تتطلق ويتقى الزبعيات بس أبويا يعني رفض تماماً إن هي الآيال تكون حدامتها هي هو عايز يخلها الآيال معه هو هي رفضة تماماً فهي دلوقتي هم عايزين يحل المشكلة ودي عايز ترفع قضية والطالب بحق الوراثة بحق إيه؟ عشان تاخد الاعلان وراسة أه أه والدك توفى يعني دا عايز والدك عايز ومش اعلان وراسة كده بقى مال الوراثة ومال كمل طيب كبه الأهم هي بتقول كده هي بتقول كده يا معرفة هي بتقول كده أنا عايزة أن هعمل الاعلان وراسة هي قالت كده أنا هعمل اعلان وراسة يعني هي عايزة تاخد حقهم هو لسه عايش أنا عايزة وصل حدرتك كده أيه أيه أنا فاهم أنت تقصد إيه؟ مايه وبعد كده عايزة فهو ده حاجة 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 تنهي عايزة عايزة دا قد حقوم ويكون معاه هي يعني بعيد عن أبوهم وكده بقيد عايزة أنا كنت عايزة لكم حضرتك تمام راكم هاتليها على الشاشة يا محمد وأنا بتبرع على أي حد على فكرة والله أي حد محتاج أو أي حد عنده أي مشكلة ومعه غير قادر أنا بتبرع دايما بالكلام ده لله وجه الله تعالى العفو شكرا يا محمد شكرا يا حبي بالنسبة للسؤال الأولاني والسؤال التاني هم مربوطين بموضوع واحد وموضوع الرؤية وحق الرؤية بالنسبة للصغارة يا يا جماعة الرؤية دي أو نتكلم عن الحضانة الأول الحضانة دا حق الطفل عشان الناس بقى فهمة غلط فنشرحها الحضانة دي حق الطفل مش حق الأب ولا حق الأم الحضانة دي للطفل الصغير الطفل الصغير حضانته الأمه إلى أن يتم خمستاشر سنة ويتم تخييره والقانون ده بمفروض ما بيتناقش في المجلس الموقر بس ربنا يا سهل طبعا في الظروف اللي حنا فيها دي ممكن نتأخر شوية وهو تعديل القوانين دي كلها بروميتس هنا احنا نقول الحضانة هي حق مين؟ هي حق الأم والأم حتى لو تنازلت عن الحضانة دا تنازل باطل حتى لو فيه منشوف مثلا بعض الحالات الزوج يقول لي أمراته إيه؟ أنا مش هطلقك لما تتنازليلي عن الولاد أنا مش هطلقك لما تعمليه تنازل عن الأولاد والأولاد دول بيبقوا في سن الحضانة التنازل دا باطل التنازل دا لا يجوز لأنه مش حق للأم دا حق الأطفال فحتى لو كتبت مين تنازل هتروح ترفع دعوة حضانة في المحكمة دعوة الحضانة ديت هتتاخد حكم فيها يمكن من أول جلسة لأنهما في سن الحضانة إلا لو الزوجة أو الأم عندها مانع من معاناها للحضانة إن كانت متزوجة أو كانت والعاذ بالله محبوسة في قضية مخلة بالشرف ودي نتكلم فيها إيه؟ بالتفصيل لكن الحضانة للبنت إلى أن تتزوج الحضانة للولد إلى أن يتم سن 15 سنة دا الحضانة فلما نيجي نقول إن في واحدة عايزة تاخد أولادها وزوجها بيساومها على أولادها لا دا ظلم من الزوج دا تبقى للقانون وتبقى للشرع ربنا سبحانه وتعالى دا دايما القوانين اللي عندنا يقولك يا عم دا قانون فرنسيوي آه القوانين اللي عندنا في مصر هي قانون وضعية لكن في قوانين الأسرة وقوانين المراس لأ القوانين اللي في الأسرة وفي المراس هي قوانين تم وضعها تبقى لأحكام الشريعة الإسلامية أو بالنص كده صورة النساء معظم القانون بتاع الأسرة هو متاخد من صورة النساء معظم بتاع الطلاق والزواج معظم بنود القانون أو كل المواريس وتقسيمة المراس هي متاخدة برضو من القرآن الكريم من صورة النساء فعشان محدش يلوى دراع واحدة مظلومة أو يجي على واحدة ست ويمضيها إقرار إن هي تتنازل عن حضانة أولادها لا يا جماعة الحضانة دي للست مش للراجل إيه لا لو كان عندها مانع من موانعها الحضانة وليها ترتيب يعني الحضانة للأم فإن لم تجد لأم الأم للأخت الأم فإن لم يوجد للأم الأم بعد كده للأم الأب فالحضانة دي حق مطلق لكن بقى الرؤية إحنا برضو مش عايزين نقف مع الستات ضد الرجالة ولا مع الرجالة ضد الستات إحنا عايزين نقول الحق الرؤية أنا بناشد المجلس الموقر مجلس الشعب من المهازة المنبر إنه يعد القوانين الرؤية ويفعل قانون الاستضافة من حق برضو الأب إنه يستضيف عياله ما ينفعش إن أنا أخذ طفل عنده كم سنة سبع سنين ولا عشر سنين ولا ثمان سنين وروح قابله في اسم الشرطة عشان إحنا بنا نزعبيني وبين والدته والمحكمة حاكمتلي بالرؤية فاروح قابله في اسم الشرطة روح قابله في مكتبة طب ما جامعة الطفل ده هيطلع غير سوي الطفل ده هيطلع مجرب اللي دخل اسم الشرطة هو طفل عشان أبوه يشوفه يقعد ماسعة سكت معنا تليفون سك تماما إن الطفل ده هيطلع غير سوي سك تماما إن الطفل دوت هيطلع مريض نفسي والسبب أبوه وامه السبب مش في الطفل ربنا حل الكصة دي كلها بقاية واحدة وعشرهن بمعروفين أو فارقهن بإحسان الإحسان أن أحسن إليك وتحسن إلي الإحسان أن الناس القديمة لما كانوا بينفصلوا ويتطلقوا كانوا لو الولد الطفل الصغير مع أمه وجاب سيلة والده بحاجة وحشة تزعق له تقول له لا ده أبوك والعكس الأب هو رمز القوة في التربية والأم هي رمز الحنية والعنصرين مع بعض لازم يكونوا مجتمعين حتى لو في انفصال ما بين الزوج والزوجة لازم الانفصال دوت يكون على الورق يكون برا البيت لكن على الأطفال لازم يكون الطفل عارف إن والده لاحترامه والده موجود والده حتى لو متزوج من أخرى لكن ده والده والعكس صحيح ده زم الأب والأم يبصوا لمصلحة الطفل الصغير قبل ما يبصوا لمصلحة الشخصية بتاعتهم يا جماعة خدوا بالكم من عيالكم خدوا بالكم من الأطفال دول المستقبل دول الجيل طلعوا لنا أطفال أسوياء ما تخلوش المشاكل اللي بينكم جوه البيوت تضمر جيل وتضمر أطفال يا جماعة الأطفال دول مرهمش زمبي في أي حاجة أنا بحكم شغلي بشوف قضايا كتير وبيصعب عليها أطفال كتير مش شرط إن انتو نختم في عندنا وطبعا وقتنا خلص مع حضراتكم ورمضان كريم عليكم يا رب واتمنى إن احنا من كلش طولنا عليكم أو أسقالنا عليكم وإن شاء الله للبلكاء آخر إن شاء الله رب العالمين شكرا شكرا